جهود الإغاثة متواصلة في المغرب لليوم الخامس على التوالي بحثا عن ناجين محتملين بين الركام والأنقاذ ومساعي لتقديم المساعدة الإنسانية للناجين من الزلزال خاصة في المناطق الجبلية البعيدة وانضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر لجهود البحث المغربية عن الناجين وسط مخاوف من خطر انتشار الأوبئة خلال الأيام القادمة بسبب بقاء ضحايا تحت الأنقاذ وسط حرارة مرتفعة خصوصا وأن بعض القرى الجبلية المنكوبة لم تصلها آلية الحفر بعد ورجال الإنقاذ وأظهرت مقاطع فيديو للمناطق التي وصلت إليها عناصر الإغاثة متأخرة صورا لقرى مدمرة عن آخرها فيما واصل أهالي هذه المناطق إخراج الضحايا بأنفسهم بسبب تأخر وصول الإغاثة ولليلة الرابعة على التوالي قضى العديد من الناجين ليلتهم في العراء خاصة في معظم المناطق التي تضررت من الزلزال والتي يصعب الوصول إليها بعد جهود الإغاثة الأولية التي وصفها بعض الناجين بأنها بطئة للغاية ظهرت مخيمات في بعض المواقع في حين قال الجيش إنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أطلق من جانبه نداء عاجلا لجمع 112 مليون دولار لدعم ضحايا الزلزال في المغرب في هذا النداء نسعى لجمعي 112 مليون دولار لنتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت التي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى ومواد الإغاثة والاحتياجات الأساسية ولمواجهة العدد المتزايد من الضحايا أنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة على غرار قرية آسني في إقليم الحوز المنكوم للمزيد ينضم إلينا الآن من ششاوة مراسل الحرة نور الدين إكجان نور الدين يعني قبل ساعات تم تسجيل هزة ارتدادية جديدة في مدينة مراكش تجاوزت الأربع درجات هل شعر بها السكان في ششاوة وهل من أضرار جديدة سواء كانت بشرية أو مادية من الممكن أن تطلعن عليها نعم قبل قليل شهدت كذلك منطقة ششاوة هزة ارتدادية شعر بها السكان هنا في المنطقة وقد خرجوا جميعهم من المنازل نحو خيام في المنطقة هنا خصوصا أن هذه الهزات تغدي كثيرا من المخاوف التي تصاحبهم طيلة الخمس أيام الماضية هذه الهزة الارتدادية ليست الأولى هنا في المنطقة هذا الصباح شهدت هزة ليلة الأمس كذلك مدينة مراكش ومنطقة الحوز كاملة شهدت هزة أرقام الوفيات في منطقة الحوز تسير نحو ارتفاع كبير لحدود الساعة وفق معطيات وزارة الداخلية 1643 حالة وفاة سجلت في إقليم الحوز بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليب نريد أن أعذني على هذه المقاطعة ونحن نتابع بالتأكيد هذه الصور من خلفك ولكن لنفهم منك أكثر حيث أنت تتواجد في ششاوك كيف تبدو عمليات المساعدة كيف تبدو عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض وهل من أرقام واضحة فيما يخص هذه المنطقة تحديدا سواء من أعداد القتلى أو المفقودين بالنسبة للمفقودين لحدود الساعة السلطات أو وزارة الداخلية لم تطرح أي معطيات رسمية بخصوص المفقودين لكن جمعيات المجتمع المدني تشير إلى وجود أرقام كبيرة خصوصا أن أرقام المصابين كذلك مرتفعة الجمعيات هنا لا تزال تحاول انتشال الجتة وكذلك مرفوقة بالسلطات وكذلك العديد من المعطوبين من تحت الانقابة من هذا الصباح صدفنا في الطريق العديد من قوات المساعدة الأجنبية خصوصا من دورة الإمارات العربية وكذلك إسبانيا وغيرها قادمة نحو منطقة الحوز كذلك العديد من سيارات المجتمع المدني والشاحنات محملة بالأغذية وكذلك المساعدات الإنسانية النقطة التي يطالب بها المواطنون هنا في منطقة شيشاوة وباقي المناطق كذلك هي الخيام بالدرجة الأولى الآن درجات الحرارة مرتفعة جدا هنا في منطقة شيشاوة والمواطنون أغلبهم لم تصلهم بعد خيام المبيت الأغلبية يستعينوا بخيام بسيطة وكذلك عشوائية من أجل الهروب من الشمس وكذلك أثناء الليل موجات البرد ترتفع تنخفض بشكل كبير خصوصا أن المنطقة جبلية وأطلسية ومعروفة بالاستفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها خلال الليل دعني أنتقل إلى مراسلة الحرة من تحناوت بمراكش فاطمة بوغنبور فاطمة أهلا بك معنا بالتأكيد سأترك لك المساحة لتطلعين على آخر التطورات وصورة المشهد حيث أنت نعم المشهد حيث أن يتحدث عن نفسه هذه محاولة منها حتى نتوغل أكثر في محاولة الوصول إلى القرى المتدررة كما ترون ورائي أن هذه الطريق تقريبا شبه مقفلة يعني عشرات الكيلومترات من الشاحنات ومن السيارات سواء سيارات الإسعاف أو المتطوعين أو المحملين بالأغذية وبالمؤونة وبالمساعدات تتوقف لساعات طويلة جدا دون أن تتمكن من الوصول إلى وجهتها بسبب الإقفال المفاجئ لبعض المحاور الطرقية بعد الهزة الارتدادية هذا الصباح التي تسببت في انهيار بعض المقاطع أو بعض الصخور من جديد وبالتالي عدنا ربما لنقطة الصفر في بعض المناطق إذن نحن وسط سلسلة جبال الأطلس في الطريق المؤدية إلى أحد أكثر القرى المتدررة من الزلزال نتحدث عن قرية مولي إبراهيم وقرية ثلاث نعقوب التي قد ضمرت بالكامل لكن بسبب الطريق بسبب إقفاله وبسبب هذه العدد الكبير من السيارات الشاحنات المحملة لم نستطيع التقدم أكثر بعض الأهالي أخبرونا بأن الأمر قد يطول جدا وبأنه قد يمتد لست حتى سبع ساعات فيما في الأيام العادية يمكن الوصول إليها طبعا في ساعة واحدة الحل الوحيد في هذا الوضع هو الطائرات الجيش المغرب الآن يشتغل بكامل أسطوله كل الهليكوبتر والطائرات والمروحية العسكرية الآن تعمل بدون توقف من أجل الوصول إلى الأماكن النائية وبالفعل تم اليوم الوصول إلى بؤرة الزلزال وهي قرية إغيل قرية إغيل هي التي تم تحديد بشكل دقيق من طرف مرصد الزلازل أنها قوة أو مصدر أو بؤرة الزلزال وبالفعل تم اليوم إجلاء عدد كبير من الجرحة وتم انتشال عدد كبير من الجثة من هذه القرية المعزولة عن طريق فقط المروحيات والطائرات العسكرية بسبب صعوبة المسالك نحن في هذا الطريق على العموم هو طريق معبد نوعا ما ومحوري ووطني ورئيسي لكن الوضع هو الآن كما تشاهدون بشكل مباشر فما بلونا حين نتحدث مثلا عن بعض الطرق غير المعبدة أو التي حفرها الأهالي بشكل بسيط أو بشكل يدوي فهي مغلقة بشكل تام ولا يمكن على الإطلاق المرور منها حتى الدواب أصبحت تجد صعوبة في المرور منها وهذا جغرافية هذه الجبال التي ترون تعقد بشكل كبير عمليات الإنقاذ وعمليات الوصول إلى القرى المتناترة في أطراف وفي السفوح وفي قمم الجبال نحن في سلسلة جبال الأطلس الكبير إحدى أعلى القمم الجبالية في القارة الإفريقية والتي يصعب فيها بشكل كبير الحياة وتستعصي فيها أيضا عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية هذه المناطق تدمرت فيها أكثر من 500 مدرسة وأكثر من 70 دور طالبة وقرى بأكملها باعتراف من الحكومة المغربية قد اختفت وردمت بشكل تام تحت التراب لا تزال نداءات الاستغاثة تصل بالفعل من بعض القرى النائية جدا والتي لا يعرف أحد الطريق إليها حتى لا تزال تصل منها نداءات الاستغاثة ويقول الأهالي فيها أن لم يصل إليهم أي أحد إلى حد الساعة الأهالي الناجون في تلك القرى هم من يقومون بعملية انتشال الجثة وهناك مشكلة في إيصال المساعدات طبعا والآلاف من المتشردين الآن في سفوح الجبال يزداد وضعهم صعوبة وتزداد نفسيتهم ضعرا وارتباكا كلما كانت هزة أرضية الهزة الأرضية طبعا في الجبل تختلف عنها في السهل ونحن الآن نشاهد بالفعل حجارة في هذا المكان حيث أوجد هناك حجارة أغلقت الطريق وبعض المواطنين يحاولون إذاحتها حتى يتمكنون من المرور وإتمام الطريق نعم في هذه الأثناء نتابع وإياكم هذه الصور مشاهدين لإحدى القرى الجبلية على ما يبدو والتي ضربها الزلزال وواضح حجم الدمار الكبير الذي خلفه هذا الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين وتقديم المساعدات للمشردين الذين فقدوا منازلهم رغم أننا نتحدث عن تلاشي الأمال فيما يخص هذا الموضوع بعد مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال كانت هناك نداءات عاجلة أطلقت من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لجمع مبالغ مالية كبيرة تقريبا وصلت إلى قرابة 112 مليون دولار لدعم ضحايا الزلزال في المغرب وتعاني أيضا فرق الإغاثة من الوصول إلى هذه المناطق الجبلية بحكم أن هناك الكثير من الطرق التي قطعت بسبب تداعيات هذا الزلزال عموما أكتفي بهذا القدر معكم مراسلة الحرة فاطمة بوغنبور من تحنوت بمراكش وأيضا أشكر مراسلة الحرة من إقليم شيشا ونور الدين إكجان شكرا جزيلا لكم بدأت فرق إسبانية وبريطانيا بمساعدة عمال الإغاثة المغاربة في عمليات البحث عن مزيد من الناجين تحت الأنقاض وكانت الرباط أعلنت أنها قبلت تعروضا لإرسال فرق بحث وإنقاذ من إسبانيا وبريطانيا بالإضافة إلى قطر والإمارات في منطقة نائية منكوبة في المغرب ينهمك رجال الإنقاذ وعناصر من الجيش وطواقم الإسعاف والنقل في البحث عن ناجين من آثار الزلزال من المشاركين فريق إسباني من ممرضين وأطباء ودفاع مدني ينسقون مع السلطات المغربية في عين المكان للشروع في الحفر والتعامل مع الركام في مناطق صعبة التضاريس وعلى نحو سبعين كيلومتر من المنطقة شمالا انطلق فريق إسباني آخر لمدياد العون بدوره وفي بلدة أمزميز المغربية أخذ فريق إنقاذ إسباني بالبحث تحت الأنقاض بكلابهم البوليسية وفي إقليم الحوز وصل نحو سبعين من أعضاء فريق إنقاذ بريطاني ويواجه هؤلاء بدورهم الطبيعة الوعرة للمكان في محاولة لإنقاذ من يمكن إنقاذه وقبلت المغرب عروض إسبانيا وبريطانيا للمساعدة وكذلك الإمارات وقطر وقالت الرباط إنها قد تقبل عروض الإغاثة من دول أخرى في وقت لاحق وللمزيد الآن ينضم إلينا من الرباط الحسن حداد وزير السياحة المغربي السابق أهلا بك معنا يعني كيف يبدو حجم الأزمة التي خلفها الزلزال في اليوم الخامس الأزمة كبيرة جدا وحجم الدمار كبير جدا وما يزيد من تعقيدات الوصول إلى الساكنة هي التداريس وكذلك الهزات الارتدادية التي تطرح إشكاليات كبيرة جدا في إخلاء الطرقات من الحواجز فالطرق كلها كانت مقفلة وكانت تدخل لوزارة التجهيز من أجل إخلاء هذه الطرق ولكن حينما تقع هذه الارتدادية يتم إغلاق الطرقات من بعد فلهذا يتم استعمال المروحيات هناك عشرين مروحية يتم استعمالها من طرف الجيش والدرك الملكي من أجل إيسال المواد الغدائية وكذلك من أجل مساعدة الأهالي نعم عشرين مروحية صعب بأنها تنتقل ويمكن لها أن تتوقف في أي مكان فالبعض منها يمكن أن يتوقف البعض الآخر لا يمكن والإغاثة والتدخل يقع من كل الجوانب لأن هذه الجبال الأطلس كبيرة ممتدة للأطراف ونحن نتكلم على شريط ممتد من مراكش لتارودانت ولكن هناك أشريطة ممتدة على اليمين وعلى اليسار يعني غربا وشرقا ففي أودية وكذلك الساكنة كانت تحبد أن تعيش على أمر تفعات كبرى لأنه تقليديا كانت هكذا تحمي نفسها الساكنة في القرونة الأخرى فاستمر هذا وصار التقليد وهذا عقد كذلك بمسألة التدخل ولكن أنا أظن أنه في ربما غضون يومين أو ثلاثة سنصل إلى آخر نقطة وسيتم إنقاذ ما يتم إنقاذه وستبدأ عملية مساعدة يعني ستبدأ عملية إعادة العمار مع العلم أنه الجيش المغربي نصبه مستشفى ميداني ويمكن أن ينصبه مستشفيات أخرى هناك الخيام موجودة لكثير من الضحايا ولواجب أن تصل إلى آخرين ومهم جدا سيد الحسن في ضوء هذه النقاط التي ذكرتها هل الإمكانات المغربية كافية لتقديم الدعم اللازم لكل من يحتاج إلى دعم وإنقاذ وما أهمية أيضا وصول مساعدات دولية في هذه المرحلة وحتى في الأيام القادمة فيما يخص موضوع عملية الإعمار وإعادة البناء لا هو الإمكانية المغربية موجودة ولكنها ليست كافية والمغرب هو في إطار تقييم آثار الزلزال على الساكن وتقييم ما هي الساكنة التي تحتاج التدخل وأنا ذاك يتم التدخل في الوقت الحالي أن المغرب له من الإمكانيات ما يمكن له أن يقدم مساعدات للساكنة ولكن بعد أن تتضح الصورة وتتضح كذلك حجم المعاناة خصوصا خارج داخل إقريم الحوز ولكن كذلك لأقالم المجاورة المغرب سوف يحتاج إلى شركاء واصدقاء والدول كذلك الصديقة والتي عبرت على نيتها بالتدخل وكذلك على منظمات صليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين في المغرب محتاجون لهؤلاء هناك تأخر لماذا كان هناك تأخر لأنه صعوبة التداريس وجود طرق تم إغلاقها بشكل بالزلزال والهزات الارتدادية صعبة من طريقة الولوج حتى أنه في التقرير الفرق الإسباني والفرق الإجليزي تتدخل فقط قريبا من السفوح ولكن حين تصل إلى القمم إلى غير ذلك الجيش واحد وهو من يمكن أن تتدخل حين تصير هذه الأمور سهلة آنذاك يمكن تقييم العملية كلها ويمكن القول نحن نحتاج إلى كذا وكذا وكذا ولكن نحتاج إلى المساعدات الدولية فيما يخص إعادة الإعمار وفيما يخص هذه المساعدات الدولية التي ذكرتها سيد الحسن ما أبرز هذه المساعدات التي تحتاج إليها السلطات المغربية للقيام بمهامها وخصوصا أن الأعداد للأسف الشديد أعداد القتلى وأعداد المفقودين وجثث تحت الأنقاض قد تكون مرشحة للارتفاح هي مرشحة للارتفاح وحجم الدمار كبير جدا وأنا أظن أنه من اللازم وضع المخيمات على كل القرى وعلى كل الدواوير وعلى كل المداشر من أجل إيواء الساكنة ومن أجل كذلك أن يكون لهذه الساكنة مدافئ وأن تكون لهم الماء والمواد الغذائية وكذلك الولوج إلى الصحة هذا فيما يخص تتميت الساكنة وكذلك إسعاف الساكنة ولكن كذلك نقل المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات يعني للمستشفى الجامعي بالنسبة لمراكش أو لمستشفيات أخرى ولكن كذلك التعامل معهم بالنسبة للمستشفى العسكري ولكن بعد ذلك هناك عملية إعمار أمر بها صاحب جلال الملك محمد السادس والتي ستطلب مجهودا كبيرا جدا ستطلب مجهودا من ناحية التخطيط لأنه إعادة بناء القرى بكاملها ستطلب مجهودا لأنه البنية التحتية من طرق وقناطر إلى غير ذلك ستطلب مجهودا لأنه إعادة البينامية الاقتصادية ومساعدة الساكنة على استعادة نشاطها الاقتصادي في هذه المناطق وتطلب مجهودا لأنه الآن يجب البناء بسنة مضادة للزلازل حتى لا تتكرر المأساة أنا أظن أنه في هذا الإطار فهذا مجهودا كبير جدا فالذين عبروا عن استعدادهم لمساعدة المغرب هناك مراحل متعددة يمكن من خلالها أن يساهموا في الإعمار وفي إعادة الإعمار من الرباط الحسن حداد وزير السياحة المغربي السابق أشكرك جزيلة شكر